صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فن. استفصال يا دكتور بخصوص بنت اختي عندها خمس سنين. تمام. هي يا دكتور لما بتروح المدرسة يعني والدتها بتبقى حطالها يعني بتبقى حطالها الاكل الصندوشات وكده. تمام. وبتبقى مراعي حتى لان احنا كان انا كنت مريد في من قبل كده وخاسس فاللوما عارفين موضوع الهيلث فود وكده فهي بتبقى مراعي الكلام ده مع البنت من قولها تفلق تمام. تمام. اه وبتديها فلوس بس هي البنت للاسف ما بتاخدش يعني ما بتاكلش الاكل اللي مامتها عامله لها. اه. وبتروح بقى من الكانتين حباياك عارف بقى اللي هو الشيبسي والشوكولاتس والكلام ده كله. تمام. ولما بترجع البيت يعني اللي هو فعلا بنأكدها بالعافية. اه. فلوهم مش عارفين ولوهم ماينفعش ان احنا ما ندهاش فلوس ويا رايح المدرسة عشان حباياك عارف الطفلة في السنة دي. اه. وزمايتها وكده. رغم النسل خمس سنين يعني ممكن ادراكوا للفلوس او قوتها او كيمتها مش موجود قوي. ما هو اه بس انت عارف حباياك يعني الجيل الجيل دوت غير الجيل اجيال بتاعتنا يا. تمام. تمام. بس. سؤال حضرتك على ازاي نتصرف معها او ازاي نتعامل معها. اه يا ريت يا دكتور يا ريت. تمام. ياهلا وسهلا بيك وارد على سؤالك حالا. وصدقني سؤال حضرتك من الاجزاء اللي انا اه. عمل لها اعداد عشان اه. ممكن انا كابة او كام ماشي ابني او بنتي في البيت كواس جدا. جدا. ومراعي كل المعايير الاكل الصحي. لكن باجي عند المدرسة وعند النادي وعند الاصدقاء ما ببقاش عارف اسيطر او. سدقني السؤال بتاعك ده يعني اقدر اخد منه رسالة صغيرة اوصلها لكانتين المدرسة او للمسؤولين عن المدرسة. في كذا جزئية. الجزئية الاولى مش عيب ان احنا نعمل حصة واحدة في الشهر او نعمل ندوة واحدة في الشهر. انت النهاردة لو جيت رحت اي مدرسة ايا كانت مستواها الاجتماعي او مستواها المادي او مصارفها او ايا كان الاختلافات الكبيرة في التعليم. هتلاقي دايما نسبة من الاطفال او نسبة من الطلبة بتشتكي من سمنة. ونسبة مش قليلة كمان. طيب انت النهاردة كادارة مدرسة انت مسؤول عن تعلمهم ومسؤول عن تربيتهم ومسؤول برضو عن صحتهم. فمطلوب منك حاجتين دي رسالة لكل مدير المدارس. مطلوب منهم حاجتين. الحاجة الاولى نعمل ندوة شهرية او اسبوعية او ايا كان عن اضرار السمنة. وده بقى موجود في بعض المدارس المفوض انه يعمم حتى في المدارس الحكومية او المدارس التجربية اللي هي مصارفها بسيطة. وكمان بنعمل انواع التنصيق ما بين وزارة الصحة وما بين وزارة التعليم او وزارة الابعاء التعليم بحيث ان احنا زي ما بنهتم بتعليم عيالنا نهتم بصحتهم. معلومات بسيطة جدا جدا وهنلاقي مين مليون يساعد او يخدم لان ده يبقى اعتبر حاجة خدمية. دي جزئية. الجزئية التانية يبقى نوع من انواع العقاب وبقول العقاب لو في حالة ان الاطفال تعدوا حد معين من الحلويات اليومية او من السكريات اليومية يعني مثلا لو مسموح للطفل بحاجة ما يبقاش جايب تلات اربع حاجات لانه كده بيقزي نفسه وهو ما يعرفش طب احنا نعرفه. الجنب التاني اللي هو كانتين المدرسة المفروض على قد ما نقدر لو الهدف من الكانتين ده المكسب والمكسب مش عيب او انه يبقى فيه نوع من انواع الربح ودي حاجة مش غلط او حاجة مش مزبوطة ده يعتبر بقى رسالة للشركات المصنعة للاغذية. كل شركة بتصنع منتج للاغذية او الحاجات السريعة او اللي بيتقال عليها السناك سواء كيكا شوكولاتة مشروب غازي مشروب عصير بتيه كروسون ايا كان هو بيعمل ايه. ايه المشكلة انه يعمل منتج صحي او يعمل منتج دهونه قليلة وسعراته قليلة ومعمول بطريقة صحية مزبوطة. ده يعني انت لو بسط لها من ناحية المكسب انت هتكسى بكتر. لان انت كده بتعمل منتج مختلف بتعمل حاجة اه مش مش منتشرة بتعمل حاجة مش موجودة وفي نفس الوقت بتحمي جيل طالع بيشتكي من السنة. يبقى انا اديت لو ابني او بنتي اديت له المصروف بتاعه او الحاجة اللي هيجيب بيها يبقى هيجيب على الاقل حاجة مزبوطة وابقى متفق مع الولد او مع البنت. احنا النهار ده مثلا مفروض هتاخد ساندوش اتنين ساندوش ايه معاك في المدرسة وهتجيب حاجة. لا مدام انت هتجيب حاجة باخد ساندو واحد بس. وابقى انا متطمن كاب او كام ان الحاجة اللي موجودة في المدرسة دي حاجة معمولة بطريقة صحية او حاجة معمولة بطريقة سليمة. على الاقل يبقى اضعف الامان المنتجات اللي هي مش مقلية. المنتجات اللي معمولة من دي الامح الكامل. المشروبات اللي هي العصائر الفريش او العصائر اللي بدون سكر. على الاقل هتبقى اقل ضررا من العصائر المعلبة او العصائر المحفوظة او كمان المشروبات الغازية العادية.